أهلاً وسهلاً بكم يا أزيقائي أهلاً وسهلاً بكل المتابعين الأعزاء نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إذن في إطار مواصلة الدعم التربوي خلال العطلة الصيفية سنواصل تعلم اللغة الفرنسية بطريقة الصوت والصورة يعني لأن كما قلت لكم قبل في الفيديوات السابقة أن اللغة الفرنسية قد تكتسب أنك خاصتك تسمع وتعاود وتعاود كلمات وتحول تبخاتي كل لغة يعني تتضر بها لأن سيحالة أنك غير جيد بقى تكتب إلى آخر وتخلع عنك تتسب لغة خاصك يعني تحاول تعاود الكلمات باش حسن يعني نطق ديالب وبهذا يعني بقى تتحدث واخد تعمل أخطأ رمشي مشكيلة باش تقدر أنك يعني تتسب اللغة الفرنسية غير كمثال أخذينا واحد عمر وقرأ ومشاشي دولة أخرى يعني فرنسا ولا إسبانيا ويعني وحتك مع الناس ديالة يعني ضرب اللغة ديالهم إذن يعني كما قلت لكم أن اللغة كتكتسب يعني خاصك تهضر بها إذن شفنا رأي شوف فيديوات قبل تعلم الخضر بالفرنسية تعلم الفواكب بالفرنسية نخليكم الروابط في الوصف شفنا تعلم ميهن بالفرنسية عبارة تستعمل يوميا باللغة الفرنسية إذن اليوم عنا شوفوا مجال آخر اللي هو العائلة والجسم إذن فامي ايكو إذن عنا شوفوا مجموعة مصطلحات عن طريق الصورة وعنا حاولوا نتعرفوا على مجموعة دي المصطلحات اللي عندها علاقة بالعائلة والجسم إذن حاولوا تتبعوا معايا وحاولوا تتبقوا وتعودوا الكلمات إذن نبدأ على بركة الله إذن مشوش الشاشة الأولى الشاشة الأولى شنو كتبتل العائلة إذن عنا في الصورة يعني أنا أنا أخصني نعمر أفراد العائلة شتو كي تسمى كل فرد من أفراد العائلة إذن عنا إذن إذن نأخذ من پير اللي هو الأب إذن عنا وضعوه هذا في الصورة من پير هو الأب أبي ما مار هي هذي في الصورة أمي من جران مار هو جدي في هات الصورة ما جران مار هي جدتي في هات الصورة من فرير هو أخي إذن إما سور هي أختي إذن عنا نقدم أفراد العائلة ديالي مو أنا من پير أبي ما مار أمي من جران پير جدي ما جران مار جدتي من فرير أخي ما سور أختي إذن نحاولو عاودو معايا الكلمات إذن من فرير ما جران مار من پير ما مار من جران مار ما سور نوعيد مارة أخرة إذن من فرير ما جران مار من پير ما مار من جران پير ما سور نوعيد مارة أخرة من فرير مو أنا مو من فرير ما جران مار من پير ما مار من جران پير ما سور نعم أحسنتم إذن سندهب إلى صور أخرى والآن عا نشوفوه سنتعرف على الجسم كار يعني مكونات الجسم أشنو كيتسمو يعني العيني الأنف الأودن إلى آخر إذن شنو ما الكلمات اللي عنا في هاد الصورة عنا يعني كيتسمت الجسم أشنو فيه لشوفو لنين لبوش لزيو لفرن لدن لزوغي للانج تخي بيا إذن شرح لكم بعد مشو نكملو العبارات ونكملو الخاناس لشوفو هو يعني الشعر لنين هو الأنف لبوش هو الفم لزيو هم العينين إذن لفرن يجبها إذن عا نشوفوها في الصورة لدن هم الأسنان لزوغي هم الأدنين وللانج هو اللسان إذن نحاولو نهزو كل كلمة ونوضعوها في المكان المخصص لها إذن عا نشوفو في نواشر لشوفو في هذا يعني في المكان لنين عا نشوفو نفتشو على الأنف لنين هو هذا أوكي لبوش إذن عنا لبوش هو الفم إذن بالنسبة لبوش هو هذا تخي بيا عا نشوفو العينين أو لزيو إذن فيناهو ما لزيو وما هادو تخي بيا عمشو لفرن يجبها إيا هادي تخي بيا عمشو لدن من الأسنان وما هادو إذن عمشو الأدنين لزوغي الأدنين وما هادو بقالينا اللسان اللي هو لا لانج هو هذا إذن تعرفنا على مختلف مكونات اللي كتكوه الجسم إذن أعيدو معي عنا لشوفو والشار نعيد مرة أخرى باش غير تسخدور كلمات les cheveux les yeux les dents la langue la bouche le nez les oreilles le front إذن أحسنتم إذن عمشو لصفحة أخرى أو شاشة أخرى كذلك تمتل الجسم اللي هو القوغ لقوغ الجسم الإنسان إذن عمشو لصفحة أخرى la jambe le doigt le pied إذن le ventre هي البطن هنا يوجد le bras هي كتما الدراع و لما هي اليد la jambe هي الساق يرجل الساق le doigt هو هذه très bien عمشو le bras إذن هذه هي le bras عمشو لما هي اليد إذن عمشو لما هي اليد حيث السام يمشي اليد يمشي الأصبع إذن هنا لابا la jambe la jambe هي الساق إذن هذه رجل هذه هي la jambe عمشو le doigt هو الأصبع هو هدف الصورة إذن قتلنا le pied اللي هي رجل هي هدي إذن نعيد الكلمات اللي عند علاقة باليسم اللي هو le corps دي الإنسان إذن لكور إذن عمشو ونشوف نا لما le ventre la jambe le pied le bras le doigt très bien نعيد لما le ventre la jambe le pied le bras le doigt نعيد مرة 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 la main le ventre la jambe le pied le bras le doigt très bien نعيد مرة مرة la main le ventre la jambe le pied le bras le doigt très bien إذن نعود آخر مرة غير باش نحضر الكلمات la main le ventre la jambe le pied le bras le doigt très bien إذن أحسنتم إذن عمشو تعرفو على شنو كيت ما وال أصابع دي ليد دي نا très bien باقين في جسم الإنسان الكور إذن عمدو بلا بوس هو دي كسب الغلاد الكبير هذا هو لاب بوس كيت ما لاب بوس عمشو لاندكس لاندكس هو هذا ثاني مباشرة وأكبر فيهم يعني في الوس كيت ما هنا كيت ما كيت ما كيت ما le major très بقى لنا هذا الموالي دي كيت ما لان و بقى لنا آخر واحد كيت ما لوريكولير إذن نوعد اسم الوس إذن النا لاب بوس لاندكس لما لاندكس 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 l'annulaire l'auriculaire نعيد مرة أخرى la pouce l'index le majeur l'annulaire l'auriculaire نعود آخر مرة لن أستخدم الأسماء la pouce l'index le majeur l'annulaire l'auriculaire نعود آخر مرة اللي عنده علاقة مصطلحات اللي عنده علاقة بالفامي العائلة ومصطلحات عنده علاقة بماذا؟ عنده علاقة بجسم اللي هي يعني جسم الإنسان إذن تنتم أبسوا تخدموا هالتطبيق تفاعلي ونتم اللي تطبقوا وتخدموا تشوفوا النقاط ديالكم إذن حاولوا تخدموا التطبيق ديال تعلم فرنسية مع آدم إياد رابط تحميل نخلي لكم في الوصف تليشارجوا في التليفون ديالكم وتخدموا به نخليكم الرابط في الوصف وممكن باش تعرفوا على مجموعة من المصطلحات بطريق الصوت والصور رفي الصوت باش تسمعوا وكذلك الصور إذن نتمنى نكون في تكم بها الفيديو شكرا وإلى اللقاء